كان كل شيء على ما يرام في اليوم الثاني من مؤتمر الأمن في ميونيخ لكن الأجواء الهادئة والودية سرعان ما تحولت إلى مجادلات غاضبة بين الأطراف بشأن أوكرانيا وفي أقوى موقف من واشنطن لصالح المعارضة الأوكرانية حتى الآن أكد وزير الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤين الشعب الأوكراني فيما سماها معركته لصالح التقارب مع أوروبا الغالبية العظمى من الأوكرانيين يريدون أن يعيشوا في حرية وفي بلد آمن مزدهر وهم يناضلون من أجل الحق في شراكة مع الذين سيساعدونهم في تحقيق تطلعاتهم ولم يفوت كيري الفرصة لإظهار هذا التأييد من خلال لقائه بأبرز زعيمين للمعارضة الأوكرانية رسالة واضحة بأنه يعتبرهما محاورين أساسيين تصريحات أثارت حافظة موسكو فقرأت في هذا التأييد الغربي تحريدا على العنف وقال وزير خارجية روسيا إن خيارا واحدا يفرض على أوكرانيا وإن روسيا لن تنخرط فيه هل التحريض على احتجاجات الشوارع العنيفة على نحو متزايد له علاقة بتسجيع الديمقراطية؟ لماذا لا نسمع إدانة لمن يستولون على مباني حكومية ويسيطرون عليها ويهاجمون الشرطة ويستخدمون شعارات عنصرية؟ ويبدو أن سخونة هذه الأجواء امتدت خارج أسوار المؤتمر فقد شهدت شوارع ميونيخ مظاهرات تأييد لاحتجاجات الأوكرانيين في معركتهم من أجل الشراكة مع أوروبا ورغم أن الأوكرانيين لا يعولون كثيرا على ما سيتمخض عنه مؤتمر ميونيخ فقد بدأت احتجاجاتهم تثير قلقا أكبر في الخارج وحيال هذه الأزمة غير المسبوقة دعا وزير الدفاع الأوكراني الرئيس يانوكوفيتش إلى عدم السماح لهذه الأزمة بالاستمرار وأكد على تأييد الجيش له وهو ما يؤشر إلى أن لعبة الاستنزاف التي تلعبها المعارضة والحكومة قد تدخل جولتها الحاسمة